ازايكم يا مواليد برج الجادي يارب تكونوا بخير انا ماريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابرنج توقعات برج الجادي ليوم الثلاثة حدواشر يدير كانون الثاني الفين اثنين وعشرين في الوقت الحالي بيبدو ان طريقك للنجاح هيكون مزدود على الرغم من انك كنت في الطريق السليم وكنت بتحرص تقدم باتباع طريقتك السابع اما الآن فهتوجد عقبات كبيرة جدا في طريقك واصبح من الضروري انك تعيد تقييم الموقف والنظر فيه في بعض الاحتمالات الجديدة حيول انك تغير مدخلك للامور وتركز على المهمة الاساسية عند اذن هتقترب اكتر من هدفك اكتر واكتر بالنسبة ليك مهنيا بحذرك اليوم ده من مشاكل عندها علاقة بوضعك المهني بيفرض عليك انك تتبع ممط اخر من التعاطي مع بعض الزملاء اليوم بالنسبة ليك عاطفيا القرارات العشوائية ليست في مصلحتك لليوم حيول انك تتعامل مع الشريك بليونة اكتر علشان تبقوا مرتاحين من الهموم وحتى المشاكل بالنسبة ليك صحيا هتشكل ارهاق الشديد بسبب الضغوط الكتيرة اللي بتعنيها وهيبقى الحل انك تتخلص منها هو الرياضة فقط توقعات العشوائية الاولة موليد 22 ديسمبر ل31 ديسمبر لقد اتخذت مصور جديد وتتقدم بخطوات نوعا ما متساقلة في تحقيق طموحاتك ولذلك داعي الماضي وما يتعلق به وما تنظرش للوراء احتفظ فقط بالذكريات الجميلة من غير تتقيد بيها وزخر تركيزك وطاقتك لكل ما هو في امتظارك ويلجأ الى الخبرات والمعارف القديمة منها والحديث لمساعدتك في مصارك الجديد توقعات العشوائية التانية موليد 1 يناير ل10 يناير هان الوقت اخيرا علشان توضع مخططاتك اللي انت بتدمرها من فترة طويلة قيد التنفيذ وانك تبدأ في انك تحقق شيء جديد وجاري انت هتبعت في الثقة والحماس جزابا بك توقعات العشوائية التالتة موليد 11 يناير ل19 يناير هناك حال ما انت تدمره في انتظاره تحويله لحقية ملموسة انتهز الفرصة بالنسبة لحركة الكواكب اليوم بيشكل المريخ مربع مع نبتهم اليوم ممكن تكافح للتركيز على اولويتك ممكن ترتفع الطاقة وتنخفض خاصة لو تلاشى الالهم ممكن تضائل المشتويات الحافظة او حتى الطاقة لان انا هنشعر بارهاك ومن المحتمل ان يكون عندنا عدم يقين بشأن خطواتنا التالية من الصعب اننا نحدد الرغبات ومن ناحية تانية ممكن انه يأتي للهام من مصادر مش عدية وممكن انه يكون هناك تغيير في مصار او استراحة من العمل لازم اننا نراقب الصعبات وده بتعلق بالحدود اليوم ومن المحتمل ان تكون محاولات اننا ناخد الطريق الاسهل بنتائج عكسية تحت هذا التأثير من خيبة الامل يمكننا ان نجد الدافع علشان نجري تحسينات معده بيتطلب مننا القمر في برج السور ايضا ابتق واعادة توجيه انفسنا وبكده بنكون وصلنا الاخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش انتو مستنين ايه اضغطوا على الاشتراك وفعلوا الزر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي انا بكبر بيكم وبدعمكم لي اشتركوا في القناة